النهاردة يمكن مجلس الإدارة بمناسبة مباراة القمة قبل قليل عبر مجلس الإدارة أو عبرت إدارة النادي عن انزعاجها الشديد من خلال بيان انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإزاعية صباح اليوم التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة وأنه سهل جدا على أي لعب يعلن يعمل حاجة في حاجة أو كارت في كارت وبالتالي يضطرد ودع لحد يقول حكم المباراة في البرنامج الصباح النهاردة مع كابتن شوير وبالتالي يضيف بيان مجلس إدارة النادي وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللعبين في ظل التوتر الذي أصابهم كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإزاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لعب الفريق المنافس لم تكن موافقة بل وتجاف الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاتي وفي هذا السياق يدرس كابتن محمود الخطيب رئيس النادي المشرف على قطاع الكرة الموقف كاملا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي ده كان في شأن كل ما حدث بعد مباراة القمة والتفسيرات الحالة التحكمية اللي كان عليها الكابتن محمد عادل ثم ظهوره اليوم في برنامج إزاعي مع الكابتن أحمد شوير وحديثه عن فكرة الاحتواء وفكرة أنه كان حريص على أنه يخفض حدة التوتر لدى لعيب الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي وكان كلام محتاج تفسيرات من الناحية القانونية من خبراء التحكيم وده اللي النادي الأهلي بتكلم عنه في هذا التصريح أنه المسألة حتى احتساب ضربة الجزاء ضد النادي الأهلي الحكم قال حاجة مين اللي أعاق لعب الزمالك أو مين اللي كعبله وكابتن عصام عفتاح رئيس لجنة الحكم قال حاجة تانية خالص هنا في تعارض يفسر الحالة اللي كان عليها طاقم التحكيم لكن الأخطر في الموضوع أن يكون فيه فكرة أنا بأدير بهدف أن أنا أخرجها لبر الأمان أو بهدف احتواء توتر الفريق المنافس وده كان على حساب تطبيق القانون في أكتر من وقعة فعشان كده هي مش مسألة الاحتواء ولا مسألة بر الأمان ولا غيره من الأمور اللي للأسف ممكن تيجي على حساب تطبيق قانون الكورة حكم المباراة مش مطلوب منه لا يحتوي طرف من الفريقتين ولا يتدخل ولا بر الأمان ولا كل الكلام الخارج عن إطار القانون مهمة حكم المباراة أي حكم تطبيق القانون في أرض الملعب تطبيق القانون على الفريقتين وعلى كل أطراف الموجودين في الميدان اللي صالح مين ضد مين مين يتوتر مين يصاب مين يستفيد مين ينضر ده مش مسؤولية حكم المباراة أي خروج على النظام مسؤولية المراقبين والمنظمين لكنه بره ده الحكم مسؤوليته الوحيدة والصريحة والواضحة والقانونية تطبيق القانون بعدالة بين الناس المتنفسين لا أكثر ولا أقل أي حاجة غير كده دي تفسيرات بتاعتنا إحنا بقى الاحتواء والبر الأمان وحاجات كتيرة لا تخضع أبدا لقانون الكرة على الإطلاق مهما حاول البعض يفصل روح القانون ومشعار فيه كل ده كلام بر قانون كرة القدم فالنادي الآلي بيدرس الموقف زي ما قال البيان من خلال الجهات المعنية القانونية لاتخاذ ما يلزم ترجمة نانسي قنقر